وفي هذه الثلاثة دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني إلى إشراك وحدات حماية الشعب الكردية في محادثات السلام السورية مشيرة خلال لقاء جماعة في أنقرة بوزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو إلى أن المحادثات يجب أن تكون شاملة في المقابل قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو أن جهود ضم جماعات كوحدات حماية الشعب الكردية مع ممثلي المعارضة ستقود العملية برمتها